يقول في سؤاله الآخر موظف آخر يتسلم راتبا شهريا ويودع في خزينة لديه كل ما تسلمه ويصرف من هذه الخزينة يوميا في أوقات متقاربة نفقة بيتي ومتطلباته مبالغ متفاوته حسب الحاجة فكيف يكون حول ما يتوافر في هذه الخزينة وكيف تخرج الزكاة في مثل هذه الحالة مع أن عملية التوفير كما أسلفنا لم يمضي على جميعها الحول أفتونا جزاكم الله خير جواب هذا السؤال كجواب السؤال الذي قبله الحمد لله أنه يعين شهرا من السنة فيخرج زكاة ما تجمع لديه من النقود ما تم حوله وما لم يتم حوله ولا يسع الناس إلا هذا الحمد لله